الناس بتقولك كل جازر عشان جازر بيقوي النظر والحقيقة انه كلام ده مش مثبت علميا انه لو انا كالت جازر نظري هيقوى صحيح زي ما قلنا انه البيتا كاروتين اللي موجود في الجازر ده مهم لتكوين الشبكية انه مش معنانا لو كالت جازر كتير هيبقى نظري احسن طب الحكاية دي جات منين؟ الحكاية دي جات في الحرب العالمية التانية الامريكان كانوا الالمان كانوا بيدرابوا الانجليز بالطيرات وكان زمان الدفاع الجوي مبني على انه واحد قاعد اول ما يسمع صوت طيارة ويشوفها يضرب عليها النار الانجليز اخترعوا الرادار وما كانوش عاوزين الالمان يعرفوا انه هم اخترعوا حاجة بس في نفس الوقت الالمان خلوا بالهم ان الطيرات بتقع كتير فطلعوا الاشاعة بتاعت انه الجازر بيقوي النظر علشان ما حدش يعرف انه هم اخترعوا الرادار انما ما يمنعش الناس اللي عندهم حاجة اسمها اعتلال مركز الابصار او اسمها بالانجليزي age related macular degeneration الناس دول فعلا عندهم توصية انه هم في الاكل بتاعهم ياكلوا حاجات خضرة كتير ياكلوا اوميجا ثري ده موجود في السمك او لو مش هيعرفوا ياكلوا الكلام ده بيبقى فيه اقراس لتعويض الاميجا ثري وفيه اقراس حاجة اسمها زانتينز وليوتينز الحاجات دي اه مثبت انه هي بتقلل التضاهر بتاعت الناس اللي عندهم age related macular degeneration اشتركوا في القناة